اغتناقات وازدحامات مرورية تشهدها مدينة اربد منذ فترة الا انها تفاقمت في الاوينة الاخيرة وفقا لبعض المواطنين جراء سوء التخطيط في مداخل ومخارج بعض دوابير المدينة المزيد في هذا التقرير بات الوقع المروري المتردي في مدينة اربد يهدد بالخروج عن السيطرة بعد ان فشلت الجهات المختصة باجاد حل للازدحامات المرورية واقتراح حلول جدرية علمية تسهم في وضع حد لهذا الواقع الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم بلدية اربد تقوم باستبدال بعض الاشارات الضوئية بدواوير وبانشاء عدد اخر في مختلف مناطق المدينة ضمن خطط مؤقتة حيث قامت بانشاء بعض الدواوير واعادة ازالتها بعد فشل التجربة لمحاولة تفادي تشكل الاختناقات مواطنون رفضوا خطط البلدية باستبدال الاشارات الضوئية بالدواوير حيث اشاروا الى ان اعددها اصبحت كبيرة في المدينة وان هذه الدواوير تتسبب بازمة مرورية خانقة وان حالة الطرق في السابق كانت افضل هذا الدوار جاي على مصلبة الطرق والشوارع هذه اللي عليه يعني تعتبر شوارع رئيسية ولذلك كان الواحد لما بيصل على هذا الدوار كثير من السيارات يعني ما بتلتزمش بقواعد السير حتى انت لما بتكون داخل الدوار ما بتعرف اشيه الطريق اليك ولا لجاع عن اليمين واطلق المواطنون على بعض الدواوير اسماء مثل الدوار الثلاثي لوجود ثلاثة دواوير في المنطقة لا تبعد عن بعضها سوى عشرات الامتار وعملت على زيادة الاختناقات المرورية بدلا من تسهيلها واخرون استهجنوا قيام البلدية بانشاء ميدان بشكل مستطيل بعكس ما هو متعارف عليه وبحسب الدراسات العلمية الاخيرة الخاصة بالازدحامات المرورية تعد دواوير احدى المسببات للازدحامات وان انشاء الانفاق والجسور والتقاطعات المرورية افضل من انشاء الدواوير توسع في استخدام الدواوير في مدينة اربد هو مشكلة حقيقة غير حضارية وذلك لانه الدواوير في حال الازمة تفشل فشل ذريع لذلك بدل من استخدام توسع في استخدام الدواوير افضل استخدم اشارات ضوئية او الغاء الدوار تماما وفي حال توفر المصادر المالية يجب عمل جسور والانفاق التي تحل مشكلة الازمة المرورية بشكل اساسي وتام يذكر ان بلدية اربد كانت قد ازالت قبل سنوات دوار الملكانور وحولته الى اشارة ضوئية لمحاولة حل الازمة المرورية بينما تعمل الان على ازالة الاشارات الضوئية وتحويلها الى دواوير اشتركوا في القناة